مادام ذكر كابتن هشامي بقى لازم اكيد نتكلم عن ملف الكورة لان حركت تاريخ كبير وزي ما حركت لسه بتقول الوالد تاريخ كبير اول في ملف الكورة سؤال مراكب بنقطتين هل حركت في البداية راضي عن قيمة فريق الزمالك في الوقت الحالي والاسماء الموجود فيها والنقطة التانية حركت ان شاء الله ربنا وفقك ونجحت انتخابات مجلس ادارة من الزمالك اكيد هتكون لك وجود مع فريق الكورة مين من اللعيبة اللي تحب تتعاقد معها او تحب انك ترجحها لو كانت موجودة في النادي الزمالك مشت ترجحها مرة تانية خلال الموسم الجديد او فترة انتقلات الشاتوية اللي جاي بس بالنسبة لقائمة الكورة في النادي الزمالك يعني النادي لما اشترى اللعيبة اشترى بدون دراسة او بدون بكر احنا النهاردة لما باجي يجيب كل مدرب مفروض انه بيختار العناصر المكملة للبريد فطبعا التواجدات اللي حصلت كان فيه اختلاف في بعض المستوى اللعيبة بافرقى كلهم مش بالمستوى الجيد مش مستوى نادي الزمالك مش مستوى نادي الزمالك كمحترفين كمان بالضبط المحترفين اللي هم بيلعبوه ما عندك شجر المسلوسي والجزيرة جزير اللعيب كويس المسلوسي اللعيب كويس بس عندي زيهم او ما يستهلش ياخد مقعد محترف وكمان يقبط بالدولار فانا عندي زيهم بس اللعيبة كويس اه اوكي بس مش ده اللعيب اللي ممكن تقولي يعني اجيبه بمبلغ زي ده اللعيب السوبر اللي حركت قدر تقول عليه انه يشيل الفريق ويدي دفع الفريق زي مثلا انا 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 بقول اختياراتنا للعيبة الاجانب كانت فشلة ما عدا نجاح كان اسمه ده بن شرقي بن شرقي وبن شرقي نجح لما جينا دي الزمالك ما نجحش لما كان برا لا نجح لما جينا دي الزمالك التركيبة بتاعت اللعيبة نجحته خليته يزيد عمود فقري في الفريق فالعمود الفقري ده فيه لعيبة معينة بتشيل الفرقة لما تشيلها من الفرقة بالزبط كأنك شلت سلسلة الضهر داعت الفريق صار في النظر عن ده وينج رايت جامد وده وينج ليبت جامد وده يعني زي الموكب اللي احنا في ديلوقت ما تزيزوا لعيبة جامد جدا الشكبالة هايل جدا فاتوح هايلين بس ما قدروش يكسبه في فترة اللي فا pizzية لان فيه لعيبة معينة مفهروض انها متتواجد في الملعب تكمل هذه الازرع ترجمة نانسي قنقر